أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبل الله الصيام والقيام والطاعات والعبادات في هذا الشيخ الفضيل تتمة لحديثنا عن ثبوت الهلال بين الشريعة والفلك ووحدة الآفاق وتعددها بقي هناك مجموعة من النقاط التي عادة ما يثار حولها السؤال أو الاستفسار وتحتاج إلى بعض الإضاحة ونأمل منكم متابعتنا لتناول هذه النقاط واحدة بعد الأخرى النقطة الأولى هل من الصعب بمكان أن يتفق الفقهاء على توحيد يوم العيد لتتم البهجة والسرور والبسمة على وجوه المؤمنين في كل مكان ألا يمكن للمسلمين أما أنا الأوان لنا أن نحدد معيارا معينا ولو باتفاقية بين الفقهاء في تحديد يوم واحد للعيد في العالم أجمع والجواب ابتداء أيها الأحبة نحن لا ننسى أن غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه الذي هو يمتلك الحكم الواقعي استلزم ذلك محنة غيبة الإمام استلزم ذلك تعدد الفتوى والاجتهادات فنواب الإمام سلام الله عليه متعددون ولعله بتعددهم تتعدد الأراء والفتوى ولذا لا مناصة ولا مجال لتوحيد هذه الرؤى بعد أن قام كل فرد من هؤلاء المجتهدين وفقا لمبانيه وقناعاته الشخصية وبعد أن جرد نفسه من أي تأثيرات لينتهي بما توصل إليه بحثه بتجرد إلى الحكم الشرعي الذي يبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى فلا يمكن لفقيهين أن يتفق على رأي توصل كل منهما إلى قناعاته الشخصية وفق الضوابط المتعرف عليها في عملية الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي من القرآن الكهيم والسنة النبوية الصحيحة لكن على الصعيد العملي نعم وجدنا أن هناك حلولا عملية قدمها فقهاؤنا أدام الله ظلهم ففي السنوات القريبة الماضية تكررت هذه العملية في داخل نجف الأشرف معقل الحوزة العلمية المباركة حيث اتفق أكثر من مرة أن ثبت هلال شهر وبتبع ذلك الثبوت حصل لدى عدد من الفقهاء نتيجة تبنيهم وحدة الأفق ثبوت بداية الشهر في هذه المدينة الأمر الذي جعل ما جعل طائفة سمحت سيد السستاني ذا ما ظله والذي يؤمن بعدم وحدة الأفق بتعددها أن يبدأ الشهر عنده في اليوم اللاحق فما كان من هؤلاء الفقهاء وأعيد وأكرر حدث أكثر من مرة فما كان من هؤلاء الفقهاء إلا أن طلبوا من أتباعهم ومقلديهم تأجيل مظاهر الفرح والبهجة والسرور إلى اليوم اللاحق ويقيم الصلاة في اليوم اللاحق بالنهاية الصلاة هي مستحبة في عصر الغيبة وأداؤها في اليوم الثاني أيضا بنية الرجاء فما كان أن شهدنا هذه المدينة تشهد المجتمع المؤمن يصلي صلاة موحدة ويظهر مباهج الفرحة والسعادة والفرح بالعيد في يوم واحد إذن الحل بأيدينا نحن الأتباع إن كنا نعيد ذلك في أي بقعة وفي أي مدينة نحن نعيش ونريد لمجتمعنا وأسرتنا التي قد يتعدد التقليد في داخلها أن تحتفي بيوم واحد فإن ذلك بين أيدينا ونستطيع أن نتعاون على تجاوز هذه المحنة محنة غيبة الإمام سلام الله عليه ولو نسبيا نتجاوزها لاستكمال الفرحة والبهجة والسرور علينا وعلى أبنائنا وكذلك لا ننسى لسدي الباب على الذين يتربصون بين الدوائر ويتربصون بالفقهاء وبالحوزات العلمية الدوائر نقطة أخرى هل من الممكن أن القرآن الكهيم تناول موضوع علم الفلك وهل يمكننا استعاضة هذا الذكر القرآني لعلم الفلك بما يقوم به الفقهاء ويركزون عليه ويشددون من الرؤية البصرية باعتبار أن الرؤية البصرية كانت الوسيلة الوحيدة في عصر النبي صلى الله عليه وآله فقال صم للرؤية وافطر للرؤية ألا يمكن اليوم مع تطور علم الفلك والحسابات الدقيقة والتوقعات التي يعطيها علماء الفلك أن نعتمد عليها ونترك الوسيلة القديمة التي كانت هي يبدو أنها هي الوحيدة وبذلك يمكن أن نقترب من توحيد يوم العيد والإجابة على ذلك أولا لا يوجد أحد يستطيع أن يدعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يعلم بعلم الفلك أو أنه لم ينهى حتى نهي ورد كما رأينا في بعض المغويات عن الأئمة الطاهرين سلام الله عليهم حينما يأتي إليه شخص ويقول يقول الحساب هؤلاء الذين يعدون ويحسبون يقولون كذا وكذا وكذا بإمكانية ثبوت الهلال وإذا بالإمام المعصوم ينهاه ويقول له صم للرؤية وافطر للرؤية وهذا لا علاقة له بالحساب هذا شعيرة نحن مكلفون بها وسأتي على ذكها هذا من ناحية من ناحية أخرى حتى من يقول ويحاول الآن يرسم صورة عن إمكانية استخدام علم الفلك لتوحيد العيد من لديه أبسط إلمام ومتابعة لهؤلاء الذين يقولون بهذه الآراء أيضا نتيجة الاستقراء فيما حصل في السنوات الماضية لاحظنا أن حتى هؤلاء لا يستقيم رأيهم بتوحيد يوم العيد يتكرر يتعدد حتى وفقا للمبدأ الفلكي هذا إذا تجاوزنا ما ذكرناه في الحلقة الأولى ومن الأدلة التي أريناها بأن الفلكيين هم أنفسهم يعطون توقعات مختلفة وليس محل اتفاق فيما بينهم أما الآيات التي عادة ما تستخدم لهذا الغرض فمثلا الآية شيء فوى علامات وبالنجم هم يهتدون والواقع لا نعلم ما علاقة هذه الآية بتحديد بداية شهر رمضان مثلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون الناس قديما وحتى لعله الآن يستدلون على طرقهم في البغاري والصحارة والقفار والبحار بالأنواء الجوية بالنجم مثلا بالنجم القطبي مثلا وعلى فكرة يعني حتى هذا أيضا من خلال الرؤية البصرية بين هلالين على العموم فهذه الآية لا تعني شيئا بالنسبة لتحديد بدايات الأشهر القمارية الآية الثانية فمن شهد منكم الشهر فليصمه طيب وماذا بعد يقولون أن الشهر شهر رمضان حقيقة وواقعة وواحد من 12 شهرا ولا يحتاج إلى عناء وتعب لتحديده بل يمكن حينما نحل ونقع ونشهد الشهر بوجوده الحقيقي فإننا نستطيع أن نبدأ الصيام وهذا يتكفل به الحساب أي حساب؟ الحساب الذي تقول عنه الآية الأخرى الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ممتاز هي آية صريحة وجيدة وتحكي عن الحساب وتحكي عن القمر والشمس لكن من جديد نسأل ونقول ما علاقة ذلك بتحديد بداية الشهر شهر الصيام شهر العبادة وكلنا نعلم أن هناك شهر اسمه شهر رمضان وهذا الشهر يبدأ بيوم وينتهي بيوم فما هي الوسيلة ما هي الشعيرة ما هو الأذان بتحديد بداية هذا الشهر قال سبحانه وتعالى بصريح العبارة يسألونك عن الأهلة وليس القمر القمر معلوم والحسابات معلومة ومنتهن منها يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إذن حينما نريد أن نبدأ شهر هذه الحجة لنعرف يوم عرفة ونعرف يوم النحر يوم العيد لا بد من بداية له حينما نشهد شهر رمضان لا بد من بداية له لأداء الزكاة لا بد من معرفة بداية الشهر لمعرفة الآجال والاتفاقيات وما يحصل بين المؤمنين من مواثيق هذه كلها تحتاج إلى معرفة بداية الشهر والآهلة الشريفة يقول الفقهاء عنها وفي تفصيل شرحها أن رؤية هنا هي الموضوع ولا بد أن يتحقق نعم إن كان غيم أو ما شابه فإما أن أتم العدة وإما أن أستعين حتى ولو بعلم الفلك إن أفادني الأطمئنان بأنه لو أزيح الغمام لغايت الهلال هناك فأعمل وفق هذا الأطمئنان سؤال آخر ما هو حدود الاشتراك بالليل بالنسبة لمن يقول من الفقهاء إذا ثبت الهلال في بلد يكفي في الثبوت اشتراك هذا البلد مع البلدان الأخرى بليل فما هي المساحة التي يغطيها هل هناك حدود معينة نأخذ هذا بناء على أن نصف الكرة الأرضية هي ليل داخلة في الليل الواقع أن المدينتين التي يشتركان بليل واحد ليس بالضرورة أن يشتركها بليل واحد في كل شهر وفي كل بداية شهر رمضان مثلا أو بداية شهر شوال وذلك ببداية اختلاف الليل والنهار في الصيف والشتاء بين الطول والقصر وانحراف المحور محور الكرة الأرضية الذي يسبب هذا ازدياد الليل والنهار بين الفصول كفيل بإعطائنا فكرة بأن محدودية ودائرة السواد الليل الذي يشترك به تلك البلدان يختلف بين حين وآخر وعلى سبيل المثال قد في شهر من الشهور تشترك مدينة لوس أنجلوس مع مدينة سيدني بأستراليا بليل واحد لكن ليس بالضرورة أن تشترك في سائر الأشهر في ليل واحد بل يصعب ذلك في أكثر الأحوال كمثال فقط فلابد من التحري في هذه النقطة نقطة أخرى سؤال آخر ما هو الفرق بين العدل والثقة نلاحظ أن الفقهاء يقولون يثبت الهلال بشهادة عدلين عدلين يعني رجلين عادلين ما الفرق بين العدل والثقة العدل هو المسلم الشيعي الاثنى عشر الذي يقوم بالامتثال بكافة الطاعات والواجبات وينتهي عن كافة المحرمات وإذا حدث منه هنا أو هناك صغيرة بادر بالإسراع بالتوبة منها إلا الله سبحانه وتعالى هؤلاء ممن يصح أن يؤتم بهم في الصلاة صلاة الجماعة ممن يصح أن يتم إيقاع الطلاق الشعي أمامهما وكذلك ممن يصح أن يؤخذ بشهادتهما فإن شهد شاهدان عادلان برؤية الهلال نأخذ بتلك الشهادة مع شرط يذكره سماحة السيد السستاني أنه أن لا يوجد أيضا عادلان آخران يعارضان هذه الشهادة أو مجموعة من المؤمنين خرجوا ولم يشاهدوا الهلال فهذا يحدث تعارض ولا يقبل به سماحة السيد بناء على بعض النصوص بأن من رآه إذا رآه ماء رآه ألف وما شابه يأخذ من مضانها أما الثقة الثقة هو الشخص الذي يوثق بكلامه حيث لا يعهد عنه الكذب ما هو معروف عنه ومعهود عنه بالتواتر والعرف الاجتماعي أن فلان صادق وهذا لا يقوم بنقل الأخبار غير دقيقة وهنا يجب الالتفات إلى هذه المسألة ما يتناقل على ألسنة الثقات شيء وما يشهد به يدلي شاهدان عادلان به شيئا آخر ما يحدث في بدايات شهر رمضان في بدايات شهر شوال قضية ثبوت العيد أن هناك نوع من التسارع عند البعض ويريد أن يعلن العيد أو يفرح بخبر العيد مسبقا فتكثر هذه الإشاعات بحيث يكون هناك علامة استفهام حتى على الشياع فالشياع الذي يقول به الفقهاء هو الذي يورث الأطمينان الشياع النظيف الشياع الذي لا يخضع إلا المزاج الشياع الذي هو مبتني على نقل هؤلاء الثقات الأخبار من شاهدين عادلين شهداء برؤية القمر هلالا وليس فقط برؤية القمر القمر يمكن أن يرى حتى وهو في المحاق اليوم توجد لدينا تلوسكوبات عظيمة تأتي حتى بالقمر وهو في المحاق لا شهداء بالهلال وهذه الشهادة يجب أن يكون فيها وحدة المشهود أيضا كما لا يخفى نقطة أخرى ماذا يفعل المكلفون حينما يختلف وكيلان من وكلاء المراجع في بداية الشهر أو يختلف إمام جامع وإمام جامع آخر في تحديد بداية الشهر أو يختلف مجموعة من المؤمنين ومجموعة من المؤمنين وكلهم ثقات وكلهم أخيار وكلهم ممن يمكن الاعتماد عليهم والإجابة أن هذا يصعب أن يحدث ولو حدث فلا بد وأن يكون أحد الطرفين على خطأ لا يمكن أن يكون الجميع صح في هذه المسألة هي ليست قضية اجتهادية قضية ثبوت الهلال أن هؤلاء ثبت لديهم الهلال أم لا هذه ليست قضية وحدة آفاق وتعدد آفاق حتى نقول الفقهاء يجتهدون بها ثبوت الهلال إذا ثبت فيثبت للجميع فأنا وأنت نحن المكلفون وفق الضوابط الشرعية إذا أوث هذا الكلام عندنا اطمئنانا فنأخذ به وفي مثل هذا حينما يختلف هؤلاء وهؤلاء يكون عندنا ماذا لا اطمئنان وعند اللا اطمئنان وظيفتنا الشرعية هو إتمام العدة وإتمام الصيام أو في أسوأ الظروف أن نبدد الصيام بالسفار نحاول أن نخرج من المدينة ونحاول أن لا ندخل ذلك المحذور لكن وظيفة الأولية هي إتمام الصيام لمن لا يحصل لديه الاطمئنان بالثبوت طيب مسألة أخرى هل أن اطمئنان وكيل المعجع أو إمام الجامع في المحلة أو اطمئناني إلى شخص معين أثق به كل الثقة هل اطمئنانه هو حجة علي أنا نتيجة ثقتي به ومعفتي به وإيماني به هذا لا يقول الفقهاء به اطمئنان شخص ليس حجة على شخص آخر نعم قد اطمئن إلى اطمئنان هي هو وهذا إن حصل فيه خدش ستنهدم العملية بأجمعها لكن أن يكون اطمئنان شخص حجة على غيره هذا ليس له وغير أكتفي بهذا القدر وهناك العديد من الأسئلة والنقاط إن وددتم وكان هناك ما يحتاج إلى الإضاح فتكرموا بالمراسلة من خلال موقع الألكتروني للمؤسسة الذي يظهر على شاشة عليكم وسنكون في الخدمة لأي تساؤلات خاتمة الحديث طلب و من القلب إلى القلب أيها العز أيها المؤمنون دعونا نكمل هذا الشهر الفضيل الذي قضيناه بالعبادة وبالطاعات والصيام والقيام إلى الله سبحانه وتعالى أن نتمه ونستقبل العيد السعيد والله سبحانه وتعالى يومن علينا بغفرانه ويومن علينا بعطائه وقبول الأعمال دعونا أن نبتعد عن كل ما يثير القلاق والبلابل والقيل والقال بين أفراد المجتمع دعونا أن نشد من لحمتنا أكثر مما مضى ونسد الباب على من يدعي في العلم شيئا أو يدعي في المعرفة شيئا ويحاول أن يقفز على نصوص القرآن الكهيم وسنة النبوية الشهيفة واجتهادات فقهائنا العظام مد الله في ظلهم وأطال في أعمارهم دعونا نشد الأيدي على بعضها البعض لنفرح فرحا واحدا ونكون مثالا لقوله سبحانه وتعالى واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر موسيقى